هنروح طبعا لأخبار وزالة الشباب وزير رياضة يتابع الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للبطولة العالم لناشئي وشباب السلاح الدكتور عشف صبحي وزير الشباب ورياضة اجتمع منذ أيام مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لناشئي وشباب السلاح والتي ستضفى مصر في الفترة من 3 والحد 11 ابريل اللي جاي بإذن الله على صلاة استاد القاهرة الدولي البطولة هي شارك فيها 1079 لعب ولعبة من 78 دولة وده رقم كبير جدا والرقم ده بيعكس ثقة العالم كله في الدولة المصرية في أنها تقدر تستضيف الأحداث العالمية في ظل جائحة كورونا اللي قفلت العالم كله في الوقت اللي مصر بتستضيف العالم وبتطبق أعلى معايير السلامة والأمان لللاعبين ومش كده بس نظام الفقاعة اللي نجح في مصر في بطولة العالم كان أكبر دافع لألمبياد توكي واللي هما الحقيقة دلوقتي في اليابان بيدرسوا التجربة المصرية في بطولة العالم مصر بتكمل هذه المسيرة 1079 لعب ولعبة في بطولة الناشئين للشباب السلاح للناشئة وشباب السلاح الاجتماع ده طبعا حضروا المهندس عبد المنعم الحسين الرئيس الاتحاد المصر للسلاح ورحمد الشيخ المدير التنفيذ الوزارة الشباب الرياضة وعدد من وكلاء الوزراء وطبعا الاجتماع اتناقش مع الاستاذات الخاصة بالصلاة المغطاة والأدوات التي تستخدم في البطولة اشتركوا في القناة